موسيقى حياكم الله خلق الله تعالى لإنسان من مزيج معقد بين نفس وقلب وعقل وجسم وروح جعل فيه قلبا يتقلب يرى صروف الحياة ويخزن انطباعات ويتجهز لردود أفعال لأن ابن آدم هكذا جعل الله له محطات في الحياة ليفرغ قلبه ويخفف من أعبائه ويملأ ذلك القلب بالنور النصف من شعبان محطة دخول رمضان محطة ثانية ليلة القدر محطة ثالثة مع اليوم الأول في العيد تبدأ ثمار تفريغ هذا القلب وفسحة النور التي تركتها هذه الأيام فيه بدأت تثمر بالبشارة والتهنئة والتواصل والتزاور بين الناس والمحبة التي تكتنف ذلك التواصل فيما بينهم لأن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم لأن القلب موضع نظر المولى سبحانه وتعالى كان لابد من تعهده وصقالته تنظيفه وإن لكل شيء صقالة المادة التي أنظف بها أسناني تختلف عن المادة التي أنظف بها ملابسي تختلف عن المادة التي أنظف بها الأرضيات وكذلك المادة التي أنظف بها قلبي هي ذكر الله في كل مرة أذكر الله تعالى أنا أمسح عن قلبي صدأا أو رانا أو غبارا حتى أقطع الطريق إلى الله تعالى أسرع فمن حمل هذه الأعباء وهذه الأحمال إنها ستثقله في طريقه إلى الله تعالى فإذا وصل وجدها عليه وليست له الله تعالى ينتظر منه أن يأتيه بقلب سليم بقلب منيب لا شرك فيه ولا شهوة لا شرك فيه ولا شهوة ولا شبهة هذه الثلاثة إن حطت في القلب أثقلته وإن الطريق تقطع إلى الله تعالى بالقلوب فمن تعاهد قلبه لعله وإن أتى متأخرا يسبق وإن كان مقصرا يدرك فإن القلب إذا صفى سمى ونمى وسار في معراج العلا وهو يلتف مع الروح وهي تحن دائما وأبدا حنينها إلى موطنها الأول حيث نفخت حياكم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر